السلام عليكم البنات اللي بس عليكم متمنى تكونوا باخر وعلى خير مرحبا بكم في قناة مطبخ غيزلين من يوم ان شاء الله نقدم لكم هاد بسبوصة بالكراميل اللي عشاق الكراميل قد جي صارة حزوينة ومختلفة قلت علش اللي ما شاركش معاكم تقدموا هكا الضيوف ديالكم لعائلة ديالكم متنساوش بحل ديالما لعجبكم الفيديو وتتبارتاجهم مع العائلة ديالكم مع الأصدقاء وتشاركوا في القناة باش دائما توصلوا بالجديد ومتنسونيش من تعليق ديالكم اللي كتحفزني في الصراحة وكتعطيني واحد دفعة باش نزيد ان شاء الله نعطاكم المزيد والمزيد ان شاء الله بإذن الله بالنسبة للمقادر ديالها البسبوصة ديالنا بالكراميل اللي في الصراحة كتجيزوينة وكنتمنىكم تجربوها عندي هنايا كاس ديال الحليب كاس ديال زيت نصف كاس ديال سميتة رقيقة عندي هنايا كاس لاروب ديال سنيدة نصف كاس ديال حليب غبرة كاس ديال طقيق الأبيض جوج بيضات عندي هنايا فلون ديال كاراميل حجم كبير قبيصة ديال الملحة وعندي جوج خمارات يعني دوم المقادر اللي سنحتاجه ان شاء الله في البسبوصة ديالنا بندرسوا طريقة تحضير بسم الله اول حاجة غدين ناخدو مقلة هناخدو سميتة رقيقة نصف كاس يعني هاد العبار هاد اعطا سوليكم بكاس ديال عنبا غدين دير في هاد السميتة ديالنا وغدين دير فوق البوطة ما نجهدوش على البوطة بزيف غير عافية شوية مهيلة وقام قام نحركوا فيها ما نوقفوش على التحرك ديالها حتى كتعطينا واحد لون مذهب واحد لون محمر قد كنحيدوها يعني هاد الدور ديالها ليش كتجينا بنينة بهالطريقة هادي وكتجينا مختلفة وحتى اللون ديالك يجي مميز ما كتعرفيش هاتك البسبوسة اشنو مدير فيها صار في دول اللون قد نحصل عليه يعني يكون ذهب ديالما مع التحرك المستمر وهاد طريقة هادي ما كتتخش معنا وقت بزيف يعني دغية دغية كتتحمر في نفس المقلة الحيت السميدة بنفس المقلة ناخد حليب غبرة نصف كاس غد نديرو على عافية مهيلة يعني حليب غبرة ضغية كيتحمر عكس السميدة على ضغية ضغية كيتحمر لنا يعني ما نحيدوش من حدها نهائيا حتى ياخدونا تهواء نفس الطريقة ياخدونا واحد لون مذهب كيف كتشوفه في الصورة يعني مذهب محمر شوية صارك نحيدوه يعني ديهم قد نحركوه فيه حتى ياخدونا تلك اللون من الزوين يعني وعكس السميدة وهو ضغية ضغية يعني بهات الطريقة هادي بهات الطريقة هادي كيجي كجينا البسبوسة بنينا في الماطاق ضرورة نحمروهم مهم البنات ما بعد ما حمرنا السميدة ديالنا والحليب غبرة نحطهم هاكا في شطب سيل كناخدو كاس ديالخلاط كنديرو فيه كاس الحليب كاس ديالزيت وغادي نديرو كاس لارو بدي السميدة يعني كتكون كافية حتى هادي الفلون هادا كيكون حلو يعني عكس هادي الصغير ما كيكونش حلو وبالنسبة لي غادي يسووا اني يقول لي مثلا غادي نعوضو بالفلون الصغير ديالكاراميل يعني في صراحة انا جربته بصغير وجربته هادا بالكبير يعني كينو واحد اختلاف يعني صراحة مكيجوش بحال بحال من احسان نديرو هادا الكبير هادا صافي غادي نديرو في درنا هادا التحان مزيان وغادي يبال لنا خلط دياله ولا عاقد يعني حتي يبال لنا ولا عاقد مزيان يعني ذاك بحال كريمة وواقفة هاداك الساعة غادي نعرفوها رواجدة صافي غادي نحيدو من فوق الخلط دياله حتى كنتأكدو انا الكريمة ولا تعاقدة مزيان 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 مزيّرة موين بعد طريقة هادي صافي من كنحيدو كناخد واحد موهد في شكل دياله كتولي بحال كريمة كناخد كناخد غير كاس صغير يعني غير كاس صغير ديالاتي غير صغير ماشي كبير ديالعلبة غادي نعمرو بها الكريمة هادي غادي ننقص كاس موين قدر القياس هادا وغادي رو في تلاجة حتى كنبغي ان شاء الله وغادي نجبدو في هادا المرحلة هادي كناخد جوج بيضات انا عندي هنا هي البيض غير صغير ما عنديش كبير بززاف فقدرت مع قبيس هادا الملحة قدينا نرجع فقع قدينا نخلطه مزيان حتى يبلنا البيض ديالنا تخلينا في تلك الكريمة ديالنا يعني ولا واحدة الخلطة اللي مرخوف موقاش عاقد وصاف اذا كانت اشحاجة في الجناب هكا كنحيدوها ما مطالقة عروا عاضحة ممكن ناخد بول وكندير في هادا الخليط ديالنا اللي درنا هادا يسمي دا البنات وحليب غبران هادا واللون اللي بنا نحصلو عليه وحد اللون يكون مذهب ويكون زوين يعني عنده وغير شوية الخاطر ضغي ضغي كيوجد صافي ناخد غربال دارونا نغرب له خليطة صفاية هادا بالنسبة للطقائق كيف قدت لكم البنات يعني ما غديش ندير كاس كامل لانا سميدة كيف كتعرفو سميدة ضغي كتشرب وخالطة هادا مكيبغيش يجي عاقد بزاف وعندي انا البيض مدتوش كبير بزاف فقدرت وغير صغير عندي هنا يجوج خمارات كيف قدت لكم البنات يعني تقدروا ديروا ما بين نصف كاس حتى الكاس اللاروب يعني ما غديش يفوت لكم كاس اللاروب كيبقى على الحساب الحجم بذال البيض واش كبير واش صغير واش طقائق كيشرب واش مكيشرب شو لكن هادا الخالط هادا مكيجينش عاقد بزاف حيث لادرنا عاقد بزاف ما غدي نطيبوها غديش جينا هشفا وما غديش جيم زيانة مهم انا هزت ليها نصف كاس بالحساب انتوا ما عندكم ميزانكم غدي ترقوا تددوه بشوية بشوية مهم كيبقيت لكم البنات ما تفوتوش من الاحسان ما تفوتوش فيها كاس اللاروب هاد هو القوام ديالها صافي دا تغن نصف كاس صافي دا بغدي ناخد ناخد مول مهم انا دهنتوه بالزبدة ورشيتو بسميدة رقيقة انا دلتها ديال القراسة ممكن تتخدمو اي مول بغيتو ماشي داروري هادا غير ما يكونش كبير بزاف هادا تقريبا فيه 28 سنتيم تقريبا وبالنسبة للطيب ديال هاد البسبوسة هادي يعني كنكونو ديج انا بالنسبة لي على الفران كنصخنو عاد كندخل في اي حاجة كل واحده الطريقة دياله كيفاش كي طيب مهم كندير واحد المقلة تقيلة من التحت اعاد كنحط فوق المول ليالي وكنطيبو على عفية مهيلة ومدة خمسة واربعين دقيقة خمسة دقيقة كتكون لنا واجده بالنسبة للسيرو عندي هنا هي نصف كاس ديال عن بديل سانيدا وجوش كيسان ديال الما هذا اول عبر الليدرتس هندير معا واحد الساشي دالفاني ممكن تيرو واحد الحامض درنش ديال الحامض وغادي نديرو فوق البوطة حتي دي يغليلنها شوية صافي وكننحيدو وكننخليو يبرد بموجد لنا البسبوسة ديالنا المهم هادي البسبوسة ديالي من بعد ما اخرج شامل الفران كيف قلت لكم البسبوسة السمراء يعني كتدي سمراء باللون دياله علاش حتي حمرنا حمرنا السميدة وحمرنا الحليب غبرة وصافي كنتكي وهكا بشيكي يغضون ونبش الفرشيطة هذا هو السيرو ديالي من بعد ما خليته برد يعني هو بارد والبسبوسة سخونة إذا كانت البسبوسة مثلا سخونة عكس عفوا إذا كانت البسبوسة باردة يعني وغا يكون السيرو سخون مش مشكلة يعني ديما يكون واحد الاختلاف صافي غدين سخيم زيان بيت يعني بالنسبة للسيرو البنات يعني كديرو لقياس لي أنا مو هما تلقي صدرتو كامل كبغا جيني فازغا يعني انتو ما يبقى لكم الاختيار واش كتبغيوها تجي فازغا ولا بينو بين يعني تقدروا تكملوا تقدروا ما تكملوش الموهم البنات من بعد ما خليت البسبوسة ديالي كتتتشرب برد يعني نعطوها الوقت الكافي يعني من مندروا لها سيرو نخلي وها تشرب على خطرها صافي خليت هاد الكريمة اللي نقصنا في اللول خليتها متلاجة صافي غني نصرح على وجه ديالي صدقوني هاد البسبوسة الصراحة كتجي مميزة أنا 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 بعدها شخصيا كتعجبني مهم كتجيني مختلفة على البسبوسة اللي كنعرفو بالنسبة للبنات أنا حيتها من المول يعني تقدروا تخليوها في المول ديالها واتدروا لها هاد الكريمة ما الفوق يعني كي بقى لكم الاختيار يعني حتى هادك المول اللي درت أنا أصلا دي القراسة كيتحلم الجناب يعني يعني تقدروا تخليوها غير فيه وتقدموها فيه مش مشكيل حتى تبقى ديالك الطرقة ديالهم اللي نتحت غريبا تجيكم سهلة وصافي أخذت هنا يا تشوفان كان عندي كاراميليزي كاراميليزي عندي معدي مشكيل معدي النطق ديال كاراميليزي صافي أخذت ممكن تاخدو الوزئي فيلي تاخدو الفويتين مون الفويتين كيجي خاطير معها الفويتين أنا موقاش ليه الصراحة عقس أني ننصوبو قلت نقدي باللي كان ماشي مشكيل تاولو وقليلو كيجيزوين صافي هادية تزين كيبقى اللي كم الضق في يعني مون نخليوها اللي بسبوسة ديال يعني نقدموها باردة من اللي احسن نقدموها باردة كيجيزوينة باردة يعني كيف كتعرفوا اي حاجة فالكريم ما قد ما خليناها تبرد خد ما كتجينا بزيانة نتمنىكم اللي بنا تجربوها تردو ريافة تعالك كيف جاتكم ونتمنى من الوصفات اللي كنقدم لكم يعني في المتناول وكعني اللي كتكون صادقة معايا ومجربة هاي اللي كنحطها لكم بحاجة اللي ما كنديرهاش وما كتستقش ليه جامي وش نحطها في القناة موهيما نقطع معاكم وتشوفوا كيفش كتديره كتجي خطيرة خطيرة في الماطق صراح اذا كان اعجز عليكم الكراميل لغادي تعجبكم وسهلا يعني مفيش مفيش بالزفد التعقيدات موهيما البنات كيف كتشوفوا ورا الصورة كتدر على رأسها يعني وما كتجي فازك وموهيما نتمنى لكم البنات تجربوها بلا ما نطول عليكم ونتمنى البنات تبارتاجوا الفيديو مع العائلة ديكم مع الأصدقاء وتشجعوني بلايك وبتعليقة ديالكم الصراحة ونتمنى القناة تزيد القدام ان شاء الله بكم وبسلام عليكم الى فيديو قادم ووصفة جديدة ان شاء الله خليتلكم الراحة اشتركوا في القناة